مزيد من الدبابات لأوكرانيا المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن بلادها تسلمت دبابات تشالنجر بريطانية الصنع دون أن تحدد عددها فيما أعلن المستشار الألماني أولاف تشولتس أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد باخموت ذات السبعين ألف نسنة صارت ركاما بفعل القصف والهجمات الشريسة للقوات الروسية ومقاتلي فاغنر عليها من محاور ثلاثة لكن وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن قواتها ورغم هذا الدمار الذي أحدثته الآلة الروسية استطاعت أن تكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات هذه الخسائر التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الأوكرانية يصدقها تراجع تقدم الروس خلال اليومين الماضيين في باخموت ما يعني أن غزوة الشرق التي بدأها فاليري جراسموف جاءت لتحقيق إنجاز يعوض بلاده عن إخفاقات سلفه الذي أقاله بوتن لكن هذه النجاحات التكتيكية التي تحققها القوات الأوكرانية لا تعني بالضرورة أن الهجوم الروسي على باخموت قد انكسر لكن الأمل لا زال معقودا في هذه الإمدادات التي تصل تباعا من بريطانيا وألمانيا الوضع المعقد على جبهات القتال والدعم اللامحدود من الغرب لأوكرانيا ينعكس بالنتيجة على رؤية القيادة في روسيا والتي هددت باستخدام السلاح النووي فقد حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديف من إمكانية استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا تصريحات يرى المراقبون أنها للاستهلاك المحلي أكثر منها واقعية مع الأخذ في الحسبان عدم تجديد روسيا اتفاق نيوستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية ما يعني أن العالم أصبح على شفى حرب نووية تؤجيجها الرغبة الأمريكية لاستمرار الأزمة من أجل مزيد من الإنهاك لروسيا ثم الاستدارة نحو التنين الصيني الذي يمثل لبايدن الخطر الحقيقي